اصدر رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق اول رقم عبدالفتاح البرخى مرسوما دستوريا اعلن فيه وقف اطلاق النار في كل انحاء السودان وعلى الجبهات كافة ابتداء من اليوم والاربعاء وقال ان المرسوم جاء تهيئة لاجواء الاستقرار والامان واستشرافا لعهد جديد يتحقق فيه السلام والطمأنينة والامن على ربع السودان وكانت الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو قد علقت مفاوضاتها مع الحكومة الانتقالية بسبب ما اسمته خروقات حكومية لوقف اطلاق النار ورهنت الحركة الشعبية عودتها الى التفاوض بوقف فوري للعدائيات وتخلي الحكومة عن الخيار العسكري والتراجع عن احتلال مناطق تخص الحركة بجانب التحقيق في اغتيال الشيخ قرية الزلطايا محمد عبدالفضيل واحصى بيان اصدره رئيس وفد الحركة بمفاوضات جبا عمار امون دلدوم ما اسمه خروقات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في مناطق الغلفان واعلن البيان التزام الحركة باعلان المبادئ الموقع في جبا بين الحكومة والحركات المسلحة الشهر الماضي اشتركوا في القناة